الاستثمار وأهميته التنموية ودفع عجلة الاقتصاد كان محورا لمؤتمر عقد في محافظة النجف الأشرفة والتي تمثل فرصة كبيرة وناجحة لأصحاب رؤوس الأموال تمرنا هذا اليوم هو دعم القطاع الخاص والقطاع الخاص هي اليد الضاربة في التنمية تنمية البلد نحن نعلم أن الدولة على كاهلها كثير من الأياد العاملة تفعلها رواتب وهذه رواتب متأثرة في ميزانية الدولة ولذلك نرى الموازنة التشغيلية عالية جدا وبينما الموازنة الاستثمارية قليلة وهذا لا يجعل البلد أنه ينمو ويتقدم المؤتمر سيكون انطلاقة أيضا ليس للمستثمرين وشركات المستثمرة في الداخل ولكن لشركات والمستثمرين العرب والأجانب لاستثمار في هذه المحافظة المقدسة برلمانيون أكدوا ضرورة حاجة القطاع الخاصة إلى تشريعات ضامنة يمكن من خلالها حماية رأس المال الوطنية والأجنبية فضلا عن توفير التسهيلات التي يمكن من خلالها تداول العملات وانتقالها بشكل أصولية ومطابق للقانون لضمان حقوق كل الأطراف بحاجة إلى تشريعات ضامنة لرأس المال الوطني الخاص والأجنبي أيضا مع التأكيد على أهمية خلق بيئة من جانب قضية الضرائب وقضية الطاقة والوقود وإلى آخره هذه المسائل تعزز إمكانية القطاع الصناعي بالأخص تسهيلات في مجال تبادل العملة وانتقالها وفق الأصول الرسمية والقانونية أيضا تشجع القطاع التجاري الاستثمار والقطاع الخاص عاملان مهمان في تنمية المشاريع وتطويرها إلا أن كل ذلك بحاجة إلى ضمانات وخطط مدروسة يمكن من خلالها رسم الطريق النجاح للاستثمار من النجف الأشرف معتزي العبودي زاكروس تي بي